موسيقى فرحب بيكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا من من كان يخاف رسول الإسلام والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب ونشوفه سؤال بيقول إيه ما هي الأحاديث التي تدل على وجوب قتل من شتم النبي وتعرض له وإن أصهر صدق التوبة هل هناك حديث من قصير نص على عدم قبول توبته من شتمه صلى الله عليه وسلم أم هو استدلال عقلي بأن قتل شاتمه حق خاص له عليه الصلاة والسلام ولا نملك نحن أن نعفو بالنيابة عنه عليه الصلاة والسلام في واحد بيسأل إيه الأحاديث اللي بتدل على قتل من سب النبي وتعرض ليه وحتى لو أصهر التوبة بتاعته وهل لو حد سب النبي وتاب تتقبل توبته وإيه الدليل على كده وهل ممكن بيستدله بالدليل العقلي وخلينا نشوف الإجابة أوليه مسألة قتل من سب النبي بعد توبته وإعلانه بها من مسائل الخلاف بين أهل العلم قد ذهب كثير منهم إلى أن هذا الساب إذ قامت عليه البيانة بذلك فإنه يقتل وإن أعلن توبته قال الشيخ الإسلام بن تيمية في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليس بن سعد وذكر القاضي عياد أنه المشهور من قول السلف والجمهور العلماء هو أحد الوجهين الأصحاب الشفعي وحكى مالك وأحمد أن تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مسهب الشفعي ولئا على قبول توبة المرتد وده في السرم المسلوم طبعا كالعادة العلماء بيختلفوا في كل حاجة منهم اللي قال يتقتل وإن أعلن توبته ومنهم اللي قال لو تاب تقبل توبته زي ابن تيمية قال تقبل توبته ويستتاب لكن مالك وأحمد قالوا لا يستتاب ولا يسقط القتل عنه بتوبته والقاضي عياد قال إن المشهور من قول السلف وجمهور العلماء إن لا تقبل توبته وأبو حنيفة وأصحابه قالوا تقبل توبته وكمان المشهور من مسهب الشفعي إن توبته تتقبل زي المرتد كده توبته تتقبل ونكمل الإجابة ومن ذهب من أهل العلم إلى قتل الساب مطلقا سوى اتاب أو لم يتب لم يعتمد على مجرد العقل كما ذكر السائل إنما هو أمر المبني على دلالة النصوص وأصول الشرع ولا مدخل للنظر العقلي المجرد في ذلك يعني اللي قالوا من أهل العلم إن من سب الرسول يقتل ولا تقبل توبته دول مش بيتمدوا على العقل أصلا لكن اعتمادهم على دلالات النصوص وأصول الشرع وخلينا نشوف الإجابة نكملها توليه وبيانة ذلك أن الساب يشتمل على جريمة عين جريمة الكفر والرد عن دين الإسلام وهذه الجريمة ترتفع عقوبتها بالتبع كما هو مسهب جماهير أهل العلم جريمة الإزاء للنبي وقد فهمه إلاء العلماء من هذه النصوص أن القتل هو الحد لجريمة الإزاء لهذه جريمة الإزاء هذه ومقتدع ذلك أن هذه الوقوبة لا ترفع إلا بعفه من صاحب الحق وهو النبي كما هو الشأن في غيره من حقوق العباد المعينين يبقى سب الرسول بيشتمل على جريمتين الجريمة الأولى الكفر والرد والجريمة الثانية أنه أذى إيه النبي ولازم النبي هو اللي يعفو لأنه هو صاحب الحق في العفو طيب النبي مات يبقى إيه يبقى يقتل من سب النبي وخلينا نكمل بقى الإجابة ومن هذه النصوص التي استدل بها من ذهب على قتل ساب النبي ما يلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي قال من لكعب بن الأشرف إنه قد آز الله رسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم ورح بعت لي أخو من الرضاعة ومعه طبعا صحابة تانين وقتلوا غدر طبعا وكلنا عارفين القصة دي ونكمل الإجابة قال ابن المنزر رحمه الله ومما يحتج به في هذا الباب أي في قتل من سب النبي قصة كعب بن الأشرف وأن النبي قال من لكعب بن الأشرف إنه قد آز الله ورسوله فانتدب له جماعة بإذن النبي فقتلوه قال ابن المنزر احتج بحديث قتل كعب بن الأشرف بالقتل من سب النبي ونكمل الإجابة وقال ابن ديمية رحمه الله قد دل هذا الحديث على أن أزى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء الدليل على إنه علة والأزى لله ورسوله يجب القتل ويجب نقد العهد ويجب الردة فلما علل قتله بالوصف الأخص علم إنه مؤثر في الأمر بقتله ولا سيما في كلام من أتي كوامع الكلام وإذ كان المؤثر في قتله أزى الله ورسوله وجب قتله وإن تابه ولا خلاف علمنا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسكت أقوبتهم بالتوبة فاللزين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى والكلام ده فيه الصارم المسلول يبقى ابن تيمية احتج برضه بحديث كعب بن الأشرة وقال كده إنه أزى الله ورسوله فقال فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على إنه علة والأزى لله ورسوله يجب القتل وخلينا نكمل عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ميتت فأبطل الرسول دمها وده في رواي أبو داود وصحها والألبين يعني فيه ستة يهودية كانت بتشتم النبي فلما خنقها الراجل الرسول أحضر دمها وبقي الإجابة طويلة جدا على إنه يقتل من سب الرسول عايزين بقى نرجع اللي عايز يرجع يرجع لبقي الإجابة وشوفها الرسول أهدم دم النساء زي عصماء بنت مروان وقاله وشهدوا إنها دمها قطودر يعني مع الناس الضعيفة كان بيقتلهم واللي ما بيقدرش يقتلهم بيبعتلهم إيه قطلوا غدر زي كعب بن الأشرة وسؤالي ليه الرسول لما يقتل عبدالله بن أبي سنور لما قزف عائشة بالزنا ولما يقيم عليه حد القصف وأقام حد الجلد على حسان بن سابت ومسطح ابن أساسة وحمنة بنت جعش وعبدالله بن أبي ده ما برضيش الرسول يقيم عليه الحد وطبعا نفس الرجل ده شتم الرسول وقال عليه والله ما مسالنا ومسالهم إلا كما قائل قال القائل سمن كلبك يا قلك وإن والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل يعني الأعز بنفسه الأزل برسول الله يعني كان حتى بالنسبة للرسول ده حد زليل ومر من المرات خد تلت الجيش ورجع بيه عشان الرسول ينهزم وفي سورة المجدلة 22 في تفسير الكورتب يشوفوا معايا بيقول إيه أولا قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون أي يحبون ويوالون من حد الله ورسوله تقدم ولو كانوا آبائهم قال السدين دزعت في عبدالله ابن عبدالله ابن أبي جلس إلى النبي فشرب النبي ماء فقال له بالله يا رسول الله ما أبقلت من شرابك فضل أسقيها أبي لعل الله يطهر بها قلبه فأفضل له فأتا بها فقال له عبدالله وما هذا قال هذه فضل من شراب النبي جئتك بها لعل الله يطهر قلبك بها فقال له أبوه فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها فغضب وجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أما أزنت لي في قتل أبي فقال النبي لا يعني قال له لا بل ترفق به وتحسن إليه يعني الرسول مرضيش يقتله رغم كل اللي احنا بنشوفه ده على فكرة الراجل ده كان من برضو نسلت في صورة النور الثلاثة وتلاثين كان بيجبر الفتيات على البغاء والرسول برضو ما كانش بيعمل له حاجة كان بيخاف منه مع كمان لما مات صلى عليه وعمر حب يمنعه والرسول برضو صلى عليه وطبعا ما كانش يقدر عليه لأنه إيه لأنه راجل قوي كان رئيس قبلة الخزرج وبعد ما مات شوف لأن الرسول ما كانش يقدر عليه هو وحي شوف الرسول عمل معاه هو مات أتى النبي قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على رجبتيه ونفس عليه من ريقه وريقه وألبسه قميصه والله أعلم الراوي والتصيحة قدامكم على الشاشة في صحيح مسلم إن هنا الرسول راح إيه راح القبر بتاع مين بتاع الراجل اللي هو كان قذف عائشة بالزنا وقال عليه عليها زانية وقال عليه شابهه زي الكلب وخد تلت الجيش ورجع به وقال على إن بول أم ابنه أحسن من شربة الرسول ويعني كان بيسب الرسول علنا وكان نفس الرسول يبقى زليل وكل ده الرسول راح نبش قبره بعد ما الرسول صلى عليه وطلعه من قبره وتفع عليه والسؤال هل بتقتله اللي يسب الرسول لو كان ضعيف لكن اللي يسب الرسول حد قوي بتصله عليه زي ما رسول الإسلام عمل وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر